السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نقوم بشرح جزء reading comprehension هذا الفيديو موجه لأصحاب البكالوريا أو لتلاميذ البكالوريا بالتوفيق ان شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح لكم جزء reading comprehension اللي هي أسئلة الفهم كيف تتعامل معه كيف تقدر تجاوب على الأسئلة من واش يحتوي واش هي الأسئلة اللي تقدر تجيك والأهم يعني أو الجزء الأهم في هذا الفيديو اللي هو كيف تلم النقاط في هذا الجزء هذا الفيديو موجه تحديدا لهذه الفئة لما يفهموش النس كامل لما يفهموش النس كامل يعني يفهموا بعض الكلمات وهذه الكلمات قادر ما تكونش موضوع الناس ولكن ان شاء الله بعد هذا الفيديو راح تكون قادر انك تلم النقاط في هذا الجزء وتعرف كيف تجاوب على الأسئلة بذكاء ما تجاوبش عليها كواحد يعني يفهم اللغة ويقضئ ويجاوب عليها كفاهم للغة ولكن تسلك راسك وتجاوب عليها بذكاء احنا رايحين لقطة النقاط سو راح تروح انت ثاني وتلم النقاط وتلم اكثر عدد من النقاط اللي راح تخليك تتحصل على نقطة جيدة في اللغة الانجليزية سو انا جبتكم الهنة كيما راكم تشوفوا عدنا هذا باك 2019 شعبة عدب وفلسفة بالنسبة لهذا النص اللي هو سيفلايزيشن او الحضارات راهوا غير لشعبة ادب وفلسفة وشعبة لغة اجنابية اما هذا الفيديو راح موجه لكل الشعب يعني حتى شعبة علوم او شعبة تقني رياضي او لغة اجنابية كامل تقدروا تتفرجوا في هذا الفيديو علاه لانه انا راح نوريكم الطريقة ما رانيش راح نفهمكم في الوحدة في حد روحها اذا اولا عندي النص هذا النص تاعي علاه لانه انا راح يقول لك يقول لك يقول لك اقرأ لي النص ومبعد ابداح لي في هذه الاسئلة اولا كما فهمتكم انا في الفيديو الاول تاع شرح موضوع البكالوريا او اجزاء موضوع البكالوريا قلت لكم في جزء النص الحاجة اللي لازم تديرها انك تقرأ النص very good انا هنا منيش راح نقرأ لكم النص بس ما يجيش الفيديو طويل ولكن انتم لازم تقراوه وتقراوه 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 انا هنا راح نشوف الكلمة المكررة بكثى عندي عندي the empire of the incas اوكي هذه الكلمة الاولى the empire of the incas فلورش for only about 100 years but it was one of the largest and richest ancient civilizations in the america في الف وربعمية وثلاثين the incas لقيت كلمة incas وراهي عندي هنا ساوا نسطرع ليها او ديروها بالهايلايتر كما تبغوا الكلمة المكررة بكثرة هي اللي راح تخليك تفهم النص او تحتفهم موضوع النص عندي هنا inca empire هاي واحدة اخرى ثانى so عدنا عدنا هنا انكى واحدة اخرى so انتم راح تحاولوا تلقاو الكلمة المكررة بكثرة هاه انكى ثانى so يعني الكلمة كما راكم تشوفوا انتو ما المكررة عندي انا هي الانكا الانكاس او الانكا يعني كيف كيف كلمة empire سوف يدور كثيرا عندي الموضوع التاعي أكيد في الفقرة الأولى the empire of the incas عندي ال incas عندي empires عندي انكا انكا انكاس انكاس سوف يحكي على الامباير وتاع الانكاس سوف نترجم لكم سوف نمشي معكم في العمل لا نفهم الناس كما قلت لكم هنا الكلمة المكررة عندي بكثرة هي ال انكا سوف يحكي على حاجة اسمها انكا وما دمنا في نص ال civilisation سوف يحكي على حاجة قديمة معناها انكا empire انكا انا عرفوها كامل واش معناها هذا الحاجة الأولى اللي لازم تديروها الحاجة الثانية اللي لازم تديروها هي قلت لكم لكم تحدوا الكلمات اللي تعرفوها الكلمات اللي تحسوها انتوما معروفة او تفهموها انتوما مثلا عندي كلمة انا هنا فلورشت انا نعرف باللي كلمة فلورشت هي نفسها ازدهرت او تطورت او اه اتساترا اتساترا عندي نعرف كلمة largest نعرف كلمة rich نعرف كلمة ancient نعرف كلمة civilization نعرف كلمةול امريكا atau انا امريكا نعرف مروضة نعرف كلمة peak امريكا نعرف south america نعرف washer نعرف miles ما اسم اليه الان انا اريد اعطى الكوارك انا اريد اعطى فهمه ولكن اريد كلمة Life نعرف كلمة رانك رانك اخرى يلعبه في الفير وPOBJ رأكم تعرفوه انا اراه كلمة انا 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 كلمة مثلا Believed ستكون انا نقولوا نعرف كلمة نابل مثلا نعرف كلمة نعرف كلمة وايث نعرف beautiful وش معناها نعرف colored نعرف clothes نعرف people شفتوش هل من كلمه كيتسطر أنتو مش هل من كلمه حتى تتلقوروا وحكم تعرفوها اهنا وراني ماكملش نعرف كلمة food نعرف مثلا نعرف كلمة reverse نعرف together مثلا poetry نعرف objects نعرف sweet of sun هذه فهمتها وش معناها نعرف Spanish search conquered incas destroyed wealth empire vanished forever انتو ما رايحين هادو الكلمة كامل رايحين تسطروهم رايحين تديروهم في النص معناها الكلمة هادو متعرفوهم ورح تحاولوا ترجمتهم اهنا مثلا هنا نكتب ازدهرت معناها هادو ازدهرت مدام لي نعرف كلمة flourish ايش معناها هاقده رح تعدكم انتو ما به تعرفوا ايش معناها هادو الحوايج او تفهموا النص بكثرة يعني تتعمقوا في النص وتفهموا على الاقل موضوع النص او الفكرة العامة تع النص او ال concept تع النص اذا هادو الخطوات الاولى اللي لازم تديروها دورك انا وش راح ندير بعد ما قلية النص تاعي حدت الكلمات حدت الكلمة المكررة بكثرة راح نروح الاول سؤال في النص اول سؤال في هذا الجزء عندي اول سؤال وهذا دائما يجي هادو السؤال ما ينحيش طبيب في الباك في اي شجئ العلميين هادو الجزء راهو كامل كيف كيف يختلف مضمون النص فقط بالنسبة للشعب اولا عندي question number one اللي هو سؤال الاول السؤال الاول عندك قال لك the following statements true or false انا نعرف بلي true معناها صحيح و false معناها خطأ اهنا قال لك write tf هذه الفكرة اعتمدوها في اي شجئ حتى اذا بلا ما يقول لك اعتمدها مدلك هنا الحرف في ورقة الاجابة تاعك اكتب الحرف ودير سهم السهم هاكا السهم تاعك يجي منا ابقى نوريكم انتا وش راح تدير تكتب واحد true or false ومن بعدها وش راح تبدى تدير هاني كتبت true or false ومن بعدها وش راح تبدى راح تدير a b c d ودير هاكدا سهم هاكدا هادي ورقة الاجابة تاعك كيف ها يكون ما تكتبلوش منهجي يتسؤال i say true or false and i write t or f next the letter corresponding to the statement اكتبها كما هاكدا الهنال اسيوس اللي راح نمدها لكم في true or false اللي هي اسيوس تمشي معك من اليوم الدين شوفوش راح تدير رحت نفس الجملة تهزها وتحوس عليها اولا باش نعرفوا ستو marginalized it means هذم الجمل راه مرتبين على حسب ترتيب فقرة معناها الجملة الاولى في الفقرة الاولى الجملة الثانية في الفقره الثانية الجملة الثاليثة في الفقره الثاليثة الجملة الرابعة راه في الفقره الرابعة ولكن إذا مثلاً ما لقيتش الجملة الأولى في الفقرة الأولى أهبط للفقرة الثانية ما لقيتهاش في الفقرة الثانية أهبط للفقرة الثالثة الأهم أنك تمشي بالترتيب تمشي لي بنفس الترتيب هذا كل فقرة أو كل جملة رأيها مرتبة على حسب ترتيب الفقرات مثلاً الجملة الثانية أنا رح نحوس عليها في الفقرة الثانية ما لقيتهاش في الفقرة الثانية نطلع للفقرة الأولى إذا ما لقيتهاش في الفقرة الأولى نهبط للفقرة الثالثة هذا هو الترتيب اللي راح تمشو به بإذن الله في البكالوريا نبدأ بإذن الله The Inca civilization lasted for almost a century Century هنا عندي وش معناها Century هي معناها مئة سنة Century معناها مئة سنة نطلع للنص ونحوس أنا إذا لقيت كلمة century أو مئة سنة نطلع عندك The Empire of the Incas flourished for only about 100 years مئة سنة إذن هذه رأيها true وش تروح تدير إنتا تروح لورقة الإجابة تاعك وتكتب T معناها true نروح للجملة الثانية عندك The Inca Empire had diverse social classes معلش نروح للفقرة الثانية ونحوس على social classes ولا diverse ولا social classes Life in the Inca Empire was organized by social rank social rank نفسها social classes so diverse organized so it is true ثاني نروح لحنا ونكتب T نروح للجملة الثالثة الجملة الثالثة The common people in the Inca Empire had many privileges ثاني نروح للفقرة الثالثة ما دم هالجملة الثالثة سنروح للفقرة الثالثة نروح نحوس على people common people ولا privileges so travel was by food the English constructed roads ها هي الفقرة الثالثة دجا الفقرة الثانية أنا لقيت ما لقيتها في الفقرة الثالثة طلعت للفقرة الثانية ولقيتها في الفقرة الثانية لقيت The Sapa Inca and the Nobles had many privileges Saapa and Inca ماذا نذكرهم لك في زوج معناها نابل نوبلة سو بينها common people so it is true أني قلت لكم أنا أخدم بذكاء ما تخدموش فهمة فقط الإنجليش في الباك ما هيش غير فهمة الإنجليش ثاني راها ذكاء وراها تقنيات عندي الجملة الأخيرة The Inca Empire lasted four centuries after the Spanish Conquest ماذا نروح نحوز مدام هارا هي الأخيرة تلقاها في الفقرة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة نروح نحوز في الأخيرة هي أولى قال لك Spanish لقيت كلمة Spanish وراها كاينة كلمة Spanish هنا قال لك The Empire Conquered هي عندي الكلمة وراها هنا مدل الاشتقاق الاشتقاق تاحها عذرا So the Inca destroyed their temples and took their gold and silver Wealth Wealth The Great Empire Vanish For Ever اللي تلقاه يفهم شوية أو يعرف شوية Vanish نفسها عندها نفس المعنى يعني ما عندهش المعنى Vanish معناها اختفت Disappeared معناها انتهت Fall صحيح هنا وش قال لك Lasted four centuries كما نعرفوا Century هي قرن Lasted قال لك بقتل قرون بعد Spanish Conquest هنا قال لك Vanished forever انتهت الى الابد معناها راهي false مش تروح تدير تروح للورقة تاعك وتكتب false هذا هو true false كيف هي يكون تحكم الجملة تاعك تحوص في الناس تشوف الكلمات متشابهة ام لا او ساعات يبدلك synonyms ساعات يزيدلك كلمة Not ساعات هنا قادر Lasted هذه قادر يدلك Doesn't Lost Didn't lost Didn't lost هنا قال لك Flourished معناها راهي false So انتبهوا فقط لهادو الفخوخ اللي يديروهم Not Etc هنا كملنا من الجزء السؤال الأولي هو True or false نروحوا للسؤال الثاني السؤال الثاني وش قال لك Put the following ideas Ideas معناها أفكار Ideas معناها الأفكار In the order اللي هي الأوردر الأوردر معناها الترتيب They appear in the text They appear in the text Appear قل لك هنا Put the ideas In the order They appear in the text معناها حط لي هذا الجمل اللي راهم عندي أنا هنا بنفس الترتيب تاع فقارات النص أو نفس الترتيب أفكار النص هنا وش راح تدير نفس الشي مع true or false راح تحكم لي أولا في ورقة الإجابة تاعك وش راح تدير راح تكتب تدير هكذا فقط هكذا فقط ومعدها وش تدير راح ترتب لي الجمل Directly ما تكتبش الجمل بس كون ما قل لكش أكتب لي الجمل كون قل لك Rewrite the statements أو the sentences راح الهنا لازم عليك تعاود تكتبهم بس هنا قل لك Oda وش راح تدير راح تكتب غير الحروف فقط إذن وش نديرو أول حاجة راح نقرأ الـ ideas قال لك The different classes for the Inca society هذي يلقينها احنا The different classes اللي هي social rank سويلقيتها في الفقرة الثانية عندي The fall of the Inca Empire The fall قلت لكم نفسها vanished Fall معناها سقوط أو انهيار أو الانتهاء تاحها هذي يلقينها في الـ paragraph number number 1 2 3 4 عندي The Inca's golden age هذي بلك انا معرفتهاش هذي نخليها عندي The remarkable skills of the Inca people هذي راح في الفقرة الثالثة علىه لأنه راح يقول لك بلي ذي travel was by food constructed roads and made سوهنا راح يحكي لي على skills تاحهم على المهارات تاحهم سوهنا صح ما هيش مجبودة كلمة skills ولكن انتو ما راح تعرفوا شوية يعني المهارات راه معروفة نوعا ما سوه هذي راح في الفقرة number 3 عذرا هذي راح في الفقرة number 3 سوه تبقى لي هذي راح في الفقرة الأولى كيف راح تدير لونتا راح تكتب له نفس ترتيب الأرقام عندك A B C D و تدير له سهم الولاد هذي هما هذي هي المنهجية على الإجابة أنا قلت لكم ما تعودش تكتب السؤال أو تكتب منهجية السؤال لأنه هذي هي المنهجية صحيحة على الإجابة والإجابة تكون بقلم واحد يعني بلون واحد أزرق أنا راح نكتب لكم بالألوان بحتوضح لكم الفكرة فقط إذن و تكتب الترتيب اللي لقيته A لقيتها في paragraph number 2 لي سقسيه هذا رهو رمز الparagraph يعني الparagraph نرمزولها بهذا الشكل عندي B لقيتها في paragraph number 4 عندي C لقيتها في paragraph number 1 و عندي يدي لقيتها في paragraph number 3 هذا هو الترتيب تاعي وهذا هو سؤال تاعي أني قلت لكم أنا أحكموا الجملة وحاوسوا عليها في الفقرات فقط و الفقرة رقم ترتبوها على أساس الفقرة قال هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية الفقرة الثالثة إلى آخره إذا شفيتوا في الفيديو الأول قلت لكم قسموا النص تاعكم إلى فقرات وهذا هو السبب اللي قلت لكم عليه هذا هو السبب اللي قلت لكم عليه على أساس قسم الفقرات لأنه رح تساعدكم أم بعده رح تسهل عليكم في هذا السؤال إذا لقيتوا كلمة order ولا reorder والله المهم لقيتوا كلمة order هنا معناها رتب رتب أو أعد ترتيب المهم ترتبلو الترتيب الأولاد يكون بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها نجاوزوا سؤال هذا ونروحوا للسؤال الثالث ونشوفوا في السؤال الثالث وش قال السؤال الثالث قال لك أنسى the following questions according to the text هنا مادم قال لك أنسى سوى أنسى معناها أجب مادم قال لك أجب مادم قال لك أجب معناها أجب على الأسئلة هذوم بالنسبة للناس يعني أجب على أسئلة الناس هنا رح نعطيكم رح نعطيكم فكرتين فقط أول حاجة إحنا نعرفوا ال questions تعنا عدنا yes or no questions وعدنا wh questions عدنا yes or no هذو الإجابة تحهم تكون yes or no وهذوم دائما دائما يبدأوا بهذه يبدأوا بهذه do does was where is are are الولاد أحظوا لي هذوم do does was where is are so إذا قيتوا السؤال تعكم يبدأ بوحدة من عذرا قادر يصرفهم لكم في الباست مثلا did 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 ثاني تبدأ بهذه has or has is or are had so إذا قيتوا السؤال تعكم يبدأ بهذه بوحدة من هذا ومعناها هنا رح تجاوب له ب yes or no yes or no الهنا عدنا wh questions wh questions هذوم وش هما wh هما رحكم كامل تعرفوهم باين عدنا what عدنا why عدنا where where عدنا when عدنا how عدنا who دوك نقولكم أنا كل واحدة كيفاش تكون إجابتها هن وش عدنا عدنا أولا نبدأ لكم بالسهلين وبعدها نخلو لكم الوعرين عدنا when when هنا الإجابة تاحها رح تكون بالوقت إذا سقسك سؤال يبدأ بwhen معناها رح تجاوب بالوقت سواء سنة أو شهر أو يوم المهم رح تجاوب له بالوقت أو فطرة من الوقت يعني فطرة محددة من الوقت عدنا where أنا رح تجاوب له بالplace اللي هو المكان سواء مكان تعويلايا بلد country etc. المهم place عدنا why الإجابة تاحها دائما دائما ما تبدأ because for والله ثاني أحيانا تبدأ since يعني رح تبدأ بوحدة من هذا هذه الإجابة تعوي عدنا who هو رحي الإجابة تحت كن شخص شخص ما هو معناها رحي شخص هاو و what عادة يعني عادة الإجابة تحت كن buy buy هذه اللي رحكم تشوفوا فيها buy BW عادة لأنه هنا رح يسقصي فينا على الطريقة يعني المانا اللي هي كيف هنا رح يسقصي كيف إذا رحي ساعد تكون buy أو أحيانا تكون with أنا رحي نساعد فيكم what اللي هي لماذا so لماذا الإجابة تحتها رح تكون standard standard معناها ما كانش إجابة محددة لها مش كما هاذو هنا هذوم رهم إجابات محددة أما what إجابتها عذرا رحي نسبية ما رحيش كما هاذو كما قلت لكم نروح هنا لتمرين تاعي عندي the first question the first question which is did the Inca Empire succeed in controlling surrounding territories نفس الشي هنا الأسئلة راهي مرتبة على حسب النص أو حسب فقرات النص معنا سؤال الأول تلقى في الفقرة الأولى لا تلقى في الفقرة الأولى لا تلقى في الفقرة الأولى تلقى في الفقرة الثانية لا تلقى في الفقرة الثانية المهم امشي لي بالترتيب أنا نصحقك امشي لي بالترتيب أول حاجة رح تشوفها تشوف السؤال تعك بوه يبدأ أنا السؤال تعي هنا يبدأ مدام بديد رحو yes والله no question يعني الإجابة تاعه رح تكون yes والله قل لك did the Inca Empire succeed in controlling surrounding territories أنا territories عذرا أنا ما رانيش فهم الجملة نعتبر نفسي ما رانيش فهم الجملة إذن الروح نحوز الروح نحوز عليها في النص نحوز عليها في الفقرة الأولى the Empire تحوز على ساكسد etc territory etc so 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 وقل لك tribes and put them under their control so أنا على حسب ما رأيت في الفقرة الأولى راهي صحيحة يعني yes علاه لأنه وقل لك so Big and Conquere neighboring sorry tribes and put them under their control إذا، هنا الإجابة تاعك كيف ستكون؟ ستكتب في ورقة الإجابة تاعك 3 وستبدأ A A، وهو السؤال الأول يعني ره مرقمة هنا A وأنا كتبت A يعني الترقيم تاعه فقط أولا مش رح تكتب هنا شوف عندك الخيار تكتب yes معناها معناها عذرا تقطع لي الفيديو برك كما قلت لكم كنا في السؤال الأول في السؤال الأول قلت لكم هنا الإجابة تاع yes أو حتى إذا أجبت وحدها تعتبر لكم صحيحة وإجابة كاملة وإذا كانت الإجابة no إذا قلت نو وحدها تعتبر لكم صحيحة والإجابة كاملة عذرا نرجع لكم فقط ل true or false كينا خطأ في العبارة الثالثة ما دقيقتش فيها فقط عذرا هنا قلت لك The Sapa and the Nables had many privileges So the Sapa and the Nables ما راهمش الكمون الكمون يقصد بها الشعب هاذهم راهم special هاذهم راهم مميزين على الشعب So هاذي راها false عذرا فقط أخطأت الإنسان يعني ما هوش معصوم من الخطأ ولكن نكمله عندنا درك السؤال الثاني السؤال الثاني ووش قالك؟ قالك Who was considered as a living god for the Inca people So who was Who وش قلت لكم ترجع هو قلت لكم ترجع على شخص معناها أنا إجابة تعي رح تكون شخص هاني قلت لكم أنا هنا قلت لكم هو راهي على شخص معليش نروح للنص تعي ونشوف هذا راه سؤال الثاني إذا راهو 90% يكون في الثاني So قالك The empire was organized by social rank The emperor Called The Sapa Inca Ruled Over Everyone And was Obeyed Without question He was believed to be a living god So عندي Living god وعندي هنا ثاني في السؤال تعي قالك Living god So living god وعندك قالك Who was So who ترجع لي على شخص الشخص الوحيد اللي عندي هنا هو هذا The emperor أو اللي هو Called Sapa Inca So هذه هي الإجابة الوحيدة اللي عندي أو هذا هو الشخص اللي عندي الوحيد So The emperor اللي هو الإمبراطور تحم أو القائد تحم أو حاجة كما هكذا Sapa Inca هو الاسم تحم وش قالك 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 He was هي على من ترجع لي هنا على هذا الشخص اللي هو Sapa Inca اللي قالك He was believed يأمن باللي هو A living god So الإجابة تاعة كيف هي تكون وش رح تكون رح تدير ب ورح تكتب The Empira ولا قادر تكتب ثاني The Sapa Inca يعني وحدة منهم اللي كتبتها راهي صحيحة So هنا راني يمبين الكومبرك باللي الإجابات قادرة تكون مختلفة على يعني مختلفة أو قادر يحسبولك أكثر من إجابة So حتى يعني قادر يعونوك إذا ما درتش إجابة يعني محددة كما هذي اللي هي The Sapa Inca اللي هي الإجابة الأحسن قادر يقبلوك The Emperor وقادر إذا درت لهم Sapa وحدها ثاني هنا قادر تتحسب لك ويحسبوها لك صحيحة نروحوا للثالثة للسؤال الثالث اللي هي عذراً اللي هي C اللي هو السي اللي هو السؤال الثالث هنا وش قالك؟ قالك How So How قلت لكم دائماً راهوا يسقص فينا على الطريقة والإجابة عادة ما تكون buy ولا with عادة سوها أني قلت لكم How يسقص فيك على الطريقة وإجابتها تكون buy ولا with ونروح أنا هي سؤال الأخير وقالك How did the Spanish Conquest cause the Inca Empire to fall أنا ما رانيش فهم السؤال كلمة Spanish سمعتها في الفقرة الأخيرة وكما قلت لكم بالترتيب So The Spanish came to the Empire in search of this gold They conquered the Incas destroyed their temples So هنا قلت لك كيفاش Conquest عندي كلمة Conquered اللي هي Conquered عذراً أني راح نحكي لكم أمريكان باحتفهموني أكثر So قلت Conquest و هنا عادنا Conquered So The Spanish تقدر تقوله أنت By conquering the Incas and destroying their temples ولا تقدر تقوله They conquered the Incas destroyed their temples and took their gold and silver wealth So هذه هي الإجابة الكاملة إذن راح تكتبها أنت نفسها في النص أو إذا كانت عندك لغة تقدر تبدل شوية ولكن من الأحسن تكتبها نفسها في النص عندك هذه هي الإجابة الكاملة عذراً They conquered Incas destroyed their temples and took their gold and silver wealth So حدث الله هنا So هذه هي الإجابة هنا كمنا من السؤال الثالث اللي هو answer the following question اللي هو الإجابة عن الأسئلة نروح للسؤال اللي بعده اللي هو who or what do the underlined words refer to in the text سوف يمد لك سوف يمد لك بعض الزمائر و سوف يقول لك أرجع للناس يمد لك مسطرين و سوف تقولوا على ماذا يرجعوا هذه الزمائر سوف نعطيكم أنا مساعدة سوف نعطيكم أولاً الزمائر الزمائر اللي نعرفهم إحنا عدنا I عدنا You عدنا He She He It و عدنا Be عدنا الثاني They هاد مهومة So I كما نعرفوه رهي ترجع على المتكلم You ترجع على شخص مخاطب نخاطبه فيه أو جماعة عذراً نخطيه في العربية على بالي كارثة ولكن المهم ما راكم تتهمه في الهدرة He ترجع على هو She ترجع عليها هي It ترجع هو أو هي ولكن للشي الجامد للشي الجامد و نحن They ترجع على هم أو هن كاين ضمائر أخرى اللي هما ضمائر يعني ما همش ضمائر المتكلم نسموهم إحنا possessive pronoun أو نسيت الاس متاحهم تحديداً ولكن درك نكتبهم لكم نشوف الاسم متاحهم تحديداً و نقول لكم لأني مانيش حابي مدلكم حاجة غالطة عدنا مثلاً As عدنا مثلاً Its عدنا مثلاً Our We Our 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 On We We Our 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 تشغل لنا مثلا they for example I don't know they love us يحبوننا سترجع لنالي في الأخير هذيك هذه هي هذم هما الضمأر اللي تحتاجوهم عندكم ثاني my وعندكم they وعندكم this these وعندكم these these عذرا so my ترجع الشيء الخاص بي يعني حاجة راه يتاعي عندنا ثاني الذاية ترجع للأشياء الخاصة بهم أو الحويج الخاصة بهم معناها تاحم تاحم يعني تاحم هما هذه راهي تبع this لهوا أدت وصل على ما أعتقد عندنا these هذه الأشياء هذه راهي للجمع هذه جمع وهذه وهذه مفرد هذه راهي للجمع هذه كينة ثاني عندنا جزء واحد آخر وهو ها ها ترجع على مؤنث وهذا ترجع على مذكر هنا هذا هو سؤال بكله هنا نخليكم تقدروا ما راح تفهموها بيا نروحوا للورقة الثانية شوفوا راح نعطيكم أستوس شفتوا ضمائر هذا مراهم دائما يرجعوا لحاجة قبلهم والحاجة قبلهم هذيك راه تكون اسم أو قادرة تكون جملة كاملة راح نشوفوا عدنا اتس 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 ها هي ترجع على حاجة الجامد الجامد يعني بلد حيوان شيء حيوان أكرمكم الله راحوا الاتس قالوا الاتس في الفقرة الأولى اتس في الفقرة الأولى اتس في الفقرة الأولى قلت لكم دائما أرجع لقبلها اتس ما هي الحاجة اللي عندي قلت لكم بلد أو حيوان سوف نحوص على الحيوان وعادة ما يمدوها لك هذه الأشياء اللي تكون بينها في النس سوف نحوص سوف نحوص سوف نحوص اتس انكاس اتس الانكاس هي الحاجة الأساسية في الناس وهي البلاد او هي الحضارة كما قلت لكم رحت للإنكاس هي البلاد عندي كما قلت لكم سترجع لشيء جامد بلد أو حيوان انكاس هي الحضارة كما قلت لكم رقم السؤال دائما رقم السؤال رقم السؤال سنكتب السؤال ونكتب الضمير اي تقدر تدير اي سهم مباشرة او تقدر تدير اي اتس تدير سهم اي اتس ترجع ل الانكاس هاني جاوبت على الاولى رحوا للب عندي بي الثانية ذاية 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 رحيت ترجع عليهم هم او هن سوف ترجع على الغائب على الضمائر الغائب وش قال لي هنا رحوا للفقرة الثانية ونحوز انا سوف نروح عندي السابة انكا انكا اند النابلز هاذم اشخاص نعم هاذم اشخاص النبلاء وهاذم السابة هاذو سوف يجمع كما قلت لكم انا رحيت ترجع مش فقط ترجع على كلمة واحدة ولكن قادر ترجع على اشخاص كذلك سوف نروح نكتب انا ذاية ونكتب لهم الاجابة تاعي اللي هي السابة انكا اند النابلز النبلاء كذلك سوف نروحوا للثالثة شفتوا هذا كيف سهل هذا التمرين سهل بزاف قلت لكم دائما ارجعوا للتالي وامشوا بهذه الورقة لما ديتها لكم ذاية رح انا للورقة هاذي اكيد مش رح تديرها في الباك ولكن احفظوهم ذاية معناها تاحم تاحم هما ترجع على جمع وملكية تاع الجمع في الغائب نروح ملكية تاع الجمع في الغائب قال لي في الفقرة الرابعة ها هي الفقرة الرابعة ديسترويد لا ذاية ترجع على اشخاص او حيوانات او اي شيء الا البلدان ذاية عندي هنا وش عندي سبانيش بانسيوغ ما هي سبانيش بيكوز واي كاينة نقطة هنا راكم تشوفو في النقطة نحنا نمشوف النقطة اللي بعدها النقطة اللي قبل ذاية نحبسو الهنا اذا ما لقيناش الهنا نرجعو الهنا اذا ما لقيناش الانكاس هما شعب الانكا هما هي الاجابة تاعي نروح نكتب لهنا سي مدلي ذاية ونديروا السهم ونكتبوا عذرا خلونا نركزوا شوية ما هي المشروع الذاية تامبولز انعنى ذاية تامبولز ذاية تامبولز سوف نحن الانكاس داينكاس كما قلت لكم هنا في الاتس اللولا سوف نتأكدوا إلى اللا والاتس هنا الاتس اللولا هدنا الاتس الاتس لأن هذه هي الحضارة التي سوف يتحدث عليها هذه هي البلاد التي سوف يتحدث عليها إذن كما قلت لكم من الأحسن الإجابة التي سوف تكون The Empire of the Inkas لذلك هي صحة بالإنكاس ولكن هذه الأصح هذه الأصح كما قلت لكم هذا هو جزء الـ Reading Comprehension فيه هذه هي الأشياء التي سوف تكون فيه هنا سؤال فقط سوف نمده لكم لنمدت لكم كل شيء في هذا الجزء هنا سؤال يقول لك Identify هذه الأصحات التي يمدهم لك The following ideas In which paragraph they are mentioned يقول لك Identify هل سوف نكتب لكم السؤال The following The following The following Ideas In Which Paragraph A mentioned So يقول لك قل لي هذه الأفكار يحمد لك مجموعة من الأفكار A B مثلا ويقول لك قل لي هذه الأفكار وش من فقرة ونرى هم مذكورين نفس الشيء سوف نقوم بعمل السؤال الثاني اللي حليناه وهو قلنا نرتب حسب النص ولا هل سوف نرى الأفكار اللي يمدهم لك وهو ونرى هم مذكورين في النص مثلا نغطي لكم السؤال هذا ونغطوه هذا في زوج مددنا هذو الفقارات في زوج الأفكار في زوج قال لك The different classes The different classes Of the inca society ومددنا The fall of the inca empire قال لك ومدلك السؤال هذا تقل لك identify the following ideas in which paragraph are mentioned قال لك قل لي هذ الأفكار وراهم مذكورين سويش رح تروح دي رح تهز نفس الجملة وتخدم نفس الخدمة اللي يقولتها لك أنا في هذا السؤال رح تهز الجملة وتحوس عليها اللي هنا هذا هو هذا هو بالنسبة وتكتب له عذرا ومن بعدها تكتب له نفس الشي تكتب له A مثلا هو مدلك A و B تكتب له A مثلا في second paragraph وال B في third paragraph سو ان شاء الله يا ربي نكون استفدتكم ما تنساوش فقط تبعوا المنهجية اللي مدتها لكم وان شاء الله يا ربي نكون استفدتكم حتى معلومة صغيرة فقط ونتمنى لكم كامل تطلعوا في هذه المادة انتظروني في الفيديو الجاي اللي هو رح نشرحوا هذا الباق تي رح نبدلكم فيه هذا سويس كامل اللي هو text exploration ورح يكون فيه الغرامة ثاني في زوج رح نشرحوهم اللي هما أصلا تابعين لبعضهم سوى ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا في الفيديو تالي ما تنساوش تابونيوا في القناة وبرتاجيوا الفيديو إذا عجبتكم نصحابكم اللي عندهم الباق ثاني بلك يستفدوا منهم اشتركوا في القناة